لازم أسألك ع الزمالك رأيك إيه في الزمالك في الوضع الحالي والمدر بجزيج وميزة؟ بص وضع الزمالك حالياً يعني أفضل من مكان لكن أنا عايزة أقول أن أن أنت تعمل فريق ينافس على البطولات محتاج وقت شوية الجماهير الزمالك والأهلي ما بتصبرش عايزة من النهاردة أن أنت تحقق بطولة وده حقه لكن أن أنت تبني فريق يبقى ينافس على البطولات ويبقى موجود على منصات التتويجة كريم مش بسهولة وخصوصاً للأنديك الكبير النهاردة الزمالك آه كسب النادي الأهلي في الدور الأول ودي كانت مهمة جداً للزمالك في التوقيت الحالي صحيح عشان يكسر العامل النفس اللي موجود ما بين الزمالك والأهلي الفترة اللي فاتت لكن إننا النهاردة أحق بطولة حتى إن شاء الله الزمالك يحق بطولة الكونفيدرالية مش على أساس برضو عشان نقول لا أنت محتاج كتير عشان توصل بفريق يحافظ بقى على البطولة تقصد إنه الزمالك كسب كونفيدرالية حتى كسب الدوري اللي درق رجع فيه المنافسة بشكل كويس فرضاً يعني فدي حاجة استثنائية مش حاجة طبيعية الطبيعي إنك تكون عندك فرقة بطولة حقيقي فما تبنيش عليها بعد كده مش لو كسبت بطولة تبقى أنت كده تمام وده اللي حصل مع فريرة لما خدت بطولة الدوري هي بطولة كانت استثنائية صحيح عشان كده لما حصل إغفاق بعد كده مع فريرة الناس مستغربة الناس ألت لك إيه ده مش هو ده فريرة مش هو ده الزمالك مش هو لأ عشان أنا النهاردة مما كسبت بطولة الدورة هي بطولة استثنائية بمجموعة ناشئين مع روح معينة مع قفلة معينة قدرت إن أنا حقق بطولة لكن النهاردة أنا ما عنديش الفريق اللي بقى عنده الاستمرارية ما عنديش الاسكواد اللي يقدر يعمل للإستمرارية والمنافسة سنتين وثلاثة واربعة على البطولة مفهوم ده نفس القصة النهاردة الزمالك بقى عنده يعني الناس النهاردة بتقولك الزمالك ما كانش كويس في مباراة دريمز صح ولا غلط صح مباراة الأهلي الزمالك كان أفضل نزبوط طيب لما تيجي تبص لو حللته فنيا لمباراة الزمالك مباراة الزمالك والأهلي انت النهاردة حتلاقي كم لعيب غاب عن مباراة دريمز النهاردة ممكن تقول النهاردة نص الملعب اللي كان موجود في مباراة الزماك والاهلي كان في زيزو كان في عبد الله كان في ناصر مهر الثلاثة مش موجودين صح عبد الله وناصر عشان ظروف أنهم لعبوا مع أنديتهم في بطولة أفريقيا فمش موجودين معك في القائمة الأفريقية وزيزو اتصاب فأنت النهارد عندك ثلاثة من وسط الملعب ما كانوش موجودين بالإضافة إلى عمر جابر وفتوح أدي خمس لعيبة من اللي كانوا موجودين في مباراة النهارة دي اهلي مش موجودين مع جومز في المباراة دي لا وانا معلش انا عزاود حياة كمان انت كنت يستعيلها من شوية انه مش شرط الزمالك كان افضل فنام في المباراة الاهلي فعلا وزمال الاهلي كانش افضل فنام من زمالك في مباراة الكاس بس لو قيمتها بقى فني الزمالك صنع فرص ووصل للجون اكتر قدام فريق دريمز اكتر ما وصل قدام الاهلي هو كسب الاهلي بس اتعصر قدام دريمز طبيعي بس انا ملاعب النادي الاهلي غير اما ملاعب دريمز النهاردة دريمز بالنسبة لك انت النهاردة بيلعب زون ديفينس قافل عايز يلعب على المرتدة يختف لك قول او بتاع بعد كده النهاردة طبيعي ان انا حنزل اضغط والراجل يمكن كمان لما تيجي تبص النهاردة كريم من الاوراق اللي معه برا اللي ممكن تعمله افضلية للأسف مفيش يعني انت الدكة بتاعتك فضيت ليه النهاردة اللعيبة اللي هي كانت جات لك اضافات في يناير اللعيبة اللي عندها شخصية وحط تحت شخصية دي مليون خط اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى لعب عنده شخصية ودي ظهرت عشان كده النهاردة جماهير الزمالك فرحانة بعبدالله سعيد فرحانة بنصر مهد بتسق احمد حمدي بيدخل معاهم واحمد حمدي ما ظهرش في مباراة دريمز عشان مش موجود عبدالله سعيد ومش موجود نصر